محمد الأمين يقول ما حكم ما يفعله البعض من نداء الصالحين وغيرهم بحجة التوسل بهم في الدعاء هذه مسألة غير الدعاء يعني هذه من مسائل الفروع التي اختلف فيها العلماء من قديم ما بين مجيز ومانع مع اتفاقهم على جواز التوسل بأسماء الله بحسن وصفاته العلا والتوسل بالأعمال الصالحة أن يسأل الإنسان ربه بحبه إياه حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وكذلك التوسل بدعاء الأخ الصالح أن أطلب منك أن تدعو لي وكذلك التوسل إلى الله بأفعاله جل جلاله اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم توسل إلى الله بصفاته اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياته اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك هذا توسل بأفعال الله نعم بصفاته جل جلاله توسل بالأفعال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لكن لعل سأل يتكلم يقول نداء الصالحين يعني بعض النصح يا فلان يا علان هذا ليس توسل هذا دعاء هذا هو أظلم الظلم هذا الشرك يعني هذا الشرك والعياذ بالله لأن الله جل جلاله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لهم ثم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم فالله جل جلاله سماه شركا وقالوا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فسماها عبادة يعني أنت تدعو فلانا معنى ذلك أنك تعبده وهنا أيضا قضية التوسل بالصالح نفسه ليس منه يعني التوسل إليك بفلان هذه التي محل خلاف هذه محل خلاف حتى لو كان هذا الصالح ليس النبي وليس الصحابة وليس كذا لا أن أقصد الصالح المجزون بصلاحي تتوسل إلى الله بالأنبياء وتتوسل إلى الله بالملائكة وتتوسل إلى الله بالصحابة الذين جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة أو أثنى عليهم ونحو ذلك أما الناس العادين لا ينبغي أما الناس العادين فأنت لا تدري يعني ما تصدر تجزم لأحد بل يعني تسأل الله لك وله النجاح